صدق او لا تصدق حمد النقاز قريب جدا من نادي الزمالك هتقولي ازاي دهربان ورفع شكوى ضد نادي الزمالك هقولك القصة بالكامل بس متعملش او متنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حمد النقاز غير مرغوب فيه في التراجي واستأنباء عديدة بفاسخ تعاقده مع التراجي وطبعا وكيله عرضه على نادي الزمالك العودة هتقولي طب ليه الزمالك يعيد حمد النقاز مش هو الباكرايت السوبر اللي يقدر يخلق الفارق مع الزمالك فيه حمزة المسلوسة اصبح الان لعب تقيل في مركزه وبيكتسب الخبرات وبيشتغل حلو جدا وعمل جنين في ماتشينو ربعض واللعب بقى دفاعيا نهيل جدا وهجوميا نهيل جدا وبيتطور هقولك السبب الرئيسي اللي بيخلي الزمالك يفكر في عودة النقاز وسر جديد من أسرار أحمد البداية صلي عن نبي ويلا بينا نتكلم عليها عملي النقاز او النقاز له قضية ضد نادي الزمالك في الفيفا وتم الحكم فيها بمليون ومتين ألف دولار يعني لو تكلمنا وقلنا المليون دولار بخمستاشر جنيه يعني المليون دولار بخمستاشر مليون جنيه والمتين ألف دولار قولوا هيعمله سكت برضو بتاعتها مليون اتنين مليون وطفر هيبقى 17 مليون جنيه الزمالك لا يريد أن يدفع أي مبالغ مالية بهذه القيمة في الوقت الرهن وخاصة أنه داخل على مريكاته ومحتاج يجيب صفقات جديدة في مراكز بيعاني منها ومن ضمن المراكز اللي بيعاني منها نادي الزمالك مركز الظاهير الأيمن فكان الاتفاق بين مجلس إدارة نادي الزمالك وارترون كالقاتي في حال الإصرار على الرحيل المسلوسي هيكون حمد النجاز هو البديل الأقرب للزمالك مقابل أن يتنازل حمد النقاص بالكامل عن القضايا في الفيفا يعني 17 مليون جنيه اللي على الزمالك إكس فبالتالي الزمالك ما يدفعش أي فلوس للفيفا ويوفر 17 مليون جنيه صفقة مهمة الزمالك عايزها زي صفقة نجم نادي سموحة ونجمة هجوم سموحة اللي كارترون مصر عليه حسام حسن وكذلك في صفقات تانية الزمالك بيحاول يجيبها زي ما هو بيحاول يجيب حاليا وليدي الكارتي أو الكورتي بس هو الكارتي نجم نادي الوداد المغربي فإذا الزمالك مش عاوز يخسر 17 مليون جنيه وعاوز يستفيد بيهم في أنه يجيب صفقات جديدة فالحل الوحيد أنه هو يعيد حمد النقاز وهو ظهير أيمن مميز من وجهة نظر مجلس إدارة الزمالك والمدير الفني وليه عارف أجواء مصر لعب مع الفريق وكان عامل ماتشات كويسة جدا فبالتالي كل الظروف بتقول أن حمد النجاز مهم جدا طب هل الكلام ده حقيقة ولا أنا بحبد وخلاص لا الكلام ده حقيقة وأعضاء من مجلس إدارة نادي الزمالك خرجوا في وسائل الإعلام وأكدوا أن حمد النجاز لعب كبير جدا وكان سواب رئيسي في خروج نادي الزمالك من بطلة أفريقا لما كان بيلعب الترجي في إشارة واضحة جدا أن الزمالك عارض حمد النجاز فعلا على كارتيرون وعاوز يجيبه في الوقت اللي نادي الزمالك بيعرض فيه حمد النجاز على كارتيرون جماهير الزمالك بتقول عاملة هاشتاج على انستجرام وتويتر ممنوع عودة الهارب بيقوده صفحات شاهدة جدا من صفحات دعم نادي الزمالك زي المختلط اللي بترفض عودة الهارب ومشرين صورة بالمقلوب لحمد النقاز هل حمد النقاز يريد العودة للزمالك؟ نعم حمد النقاز يريد العودة للزمالك رغم تصريحاته اللي طلع بيها وقالها وقال أنه لا أنه مستمر في الترجي وحاب الترجي لا حمد النقاز عاوز يعود للزمالك حتى يستعيب بريقه ويعود لمنتخب تونس توقعاتي الشخصية أن الزمالك مضطر لإعادة حمد النقاز ولكن مستوى حمد المسلوسي قد يكون سببا في ابتعاد النقاز عن نادي الزمالك وهيبقى مضطر مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتفاوض مع حمد النقاز لتقصية المبلغ المفروض عليه وإلا هيتطر يدفع 17 مليون جنيه كاش وده هيأثر على مركاته نادي الزمالك القادم اللي مطلوب فيه مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون جنيه الكلام حسام حسن دلوقتي بيتكلم في 40 مليون جنيه أساس فرج عامر في حال بيع نهائي من غير لعبين إعارة ولو الزمالك شد عليه فالزمالك هيخلصه بـ 25-30 مليون جنيه مش أقل من كده الزمالك تاني عايز كريم العراقي كريم العراقي مطلوب في 20 مليون جنيه الزمالك بيتكلم في محمد هلال ومحمود مرعي بتعدجلة ومعهم محمد عبدالعاطي ومحمود رضا مش أقل من 30 مليون جنيه الزمالك عايز لعب أجنبي زي وليدي الكارتي الكلام في وليدي الكارتي مليون وسبعمائة ألف دولار يعني حوالي 22 مليون جنيه فإذا المركاتو الزمالك محتاج مصاريف كترة جدا فالزمالك بيحاول يقفل قضية النجاز زي وبيحاول يقفل قضية معروف يوسف المطلوب لي 8 مليون جنيه عشان يقدر ينفذ المركاتو ما تنساش تعمل فولو واشتراك للقناة تفعيل زر الجرس ولو مش عامل لي فولو على الانستجرام أو تيك توك كاريت تعمل هيصلك مننا كل جديد واكتبولي في الكومنتات عاوزين تعرفوا إيه عن الصفاقات سيان في الأهلي أو في الزمالك وسلام عليكم